السلام عليكم النهاردة نتكلم عن موبايل جديد شركة انفينيكس اعلنت عنه والموبايل دوت بيقدم مواصفات كويسة جدا مع سعر منافس حرفيا انا عايز اقولك في الاخر هتتصدم من السعر وصادية عن المواصفات وانا بيتكلم عن موبايل انفينيكس سمارت ايت بلس فعايزك تركز معايا عشان تعرف كل التفاصيل عنه اول حاجة نبدأ بيا هي الهيكل طول الموبايل دوت 163 ملي وبعرض 75 ملي وبصمك 9 ملي والوزن عمل حوالي 204 جرام والظهر بيجي مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك وبدعم تركيب شرحة نتصال مع دعم شباكات الفور جي وبنسبة لصوت الموبايل الخارجي فبيجي احادي وبدعم منفذ 3.5 والبصمة بتاعته بتيجي في زر الطاقة اما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع IPS بمساحة 6.6 بوصة مع نسبة استحاس بتوصل ل84% وبدقة 720 في 1612 بيكسل وبابعاد 20 إلى 9 ومع كسافة بيكسلات 267 بيكسل لكل بوصة وبتيجي بقوة بضاقة بتوصل ل500 شمعة ومع معدل تحدث عالي واللي هو التسعين هرتز وبنزل مصوات الشاشة فانا شايفة شاشة كويسة ولكن ينقصها حاكتين من وجهة نظر انا اول حاجة قوة تقطها تعلها شوية 500 شمعة دي وليلة جدا تحت الشمس وفي نفس الوقت يضاف عليها طبعة حماية اما بقى بالنسبة للرام والزاكرة فالموبايل دوت بيجي بنسختين الاولى 64 جيجا مربعة جيجا رام والتانية 128 جيجا مربعة جيجا رام وبدعم تركيب همريكارت في منفس خاص به اما بقى بالنسبة للسوفت وير والمعالج فالموبايل دوت بيجي من نزام تشغيل اندرويد 13 مع وجهة مع معالج بمعمارية 12 نانو والتردد بيوصل الاثنين واثنين من عشر جيجا هرتز وبييجي بتمن انوية ومع معالج رسومي باور فيو ار جي اي 83 عشرين وبنسبة ليعني اداة المعالج دوت فده معالج ممتاز جدا في الفئة الاقتصادية وركز انا بقول في الفئة الاقتصادية عشان مناسب جدا قصد سعرها وفي نفس الوقت يديك اداة كويس جدا من ناحة البرامج والالعاب ولكن الالعاب منشغلهاش على الاعلى اعدادات عشان دوت يسخن الموبايل منك وهيستنزف البطارية بسرعة اما بالنسبة للكاميرات فالموبايل دوت بيجي باثنين كاميرا خلفية الاولى بدقة خمسين ميجا بيكسل بفتحة عدسة ايفون بنتو نين والكاميرا التانية بدقة تمانية من مية ميجا بيكسل ودية كاميرا للعمق وبيجي معهم في الياشة على شكل دايرة وبيدعموا تكنية الباندراما والاتش دي ار وطيقدر تصور فيديو بدقة فول اتش دي بسرعة تلاتين فريم اما بالنسبة للكاميرا الامامية فبتيجي بدقة تمانية ميجا بيكسل بفتحة عدسة ايفتو بنتو زيرو وبتقدر تصور فيديو بدقة اتش دي بسرعة تلاتين فريم وبالنسبة ليعنى دا الكاميرات فهتكون كويسة ولكن ما يعتمدش عليها علشان كاميرات الموبايلات الاقتصادية لا يعتمد عليها هتقدر الغرض لكن ما تعتمدش عليها بشكل كلي اما بالنسبة لباقي التقنيات فالموبايل دوت في واي فاي وبالتلات من اصدار 5.0 ومعهم كمان ال جي بي اس والراديو لكن ما فوش ال اي ار ولا تقنية اف سي واخيرا البطارية البطارية بتاعت الموبايل دوت بتوصل لستة لاف ميلي امبير وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط مع شاحن من نوع تايب سي تو وبدعم كمان خاصية الاوتو جي وانا اعزا اقولك البطارية حجمها مو متاس جدا ولكن للأسف سرعة الشحن لا تتناسب نهائيا مع حجم البطارية وبالنسبة للالوان فالموبايل دوت بيجي بتلات الوان الابيض والدهبي والاسود اما بقى بالنسبة لسعر الموبايل فالموبايل دوت اطلع عنه بالسعر 110 دولار يعني حوالي 3400 جنيه مصري ودوت السعر في مصر من غير جامريكو درايب او اي اضافات تنموك تتضاف وفي الصعودية عمل حوالي 412 ريال سعودي وفي دولة الجزائر يكون عمل حوالي 14000 دينار جزائري وفي دولة العرق يكون عمل حوالي 144000 دينار عراكي ولكن سعره في مصر هيكون ما بين 6000 ونصر ل7000 ونصر ده وقت يعني بعد الجمال كل الضرايب او اي اضافات تنموك تتضاف وفي النهاية رأيك تحتفل تعليقات مهم سواء يعني بالاجاب او بالسلب ما تنساش تعمل اللايك سبسكراب وشير والسلام عليكم